هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبيا الحمد لله الحمد لله الحمد طيبين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مشاهدين مستمعين ومتابعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذه الساعة برنامجكم الإسلام والحياة والذي نستطيفه فيه مثل هذه الساعة من كل أسبوع صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى وبرك الله في علمه وفي عمره ونفع الله بالعالمين وقبل أن نبدأ إخوة الأخوات نذكركم بأرقام الهواتف إن شاء الله تعالى وهي كالتالي 021-36-0101 والرقم الثاني 021-36-0102 ورقم الآخير 021-36-0103 كما يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الفايبر وهي كالتالي 094-466-56-80 ورقم الآخير 094-466-56-80 إذن نرحب جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس فنقول حياكم الله شيقنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم أهلا وسهلا بكم بارك الله فيكم متاعكم الله بالصحة والعافية شيخنا وبارك الله في علمك وفي عمرك شيخنا مازلنا في موضوعنا للتركة في الشريعة الإسلامية اليوم تقريبا حلقة 11 الحمد لله رب العالمين نصر الله يبارك في عمرك ويطور في عمرك ويرجزك الصحة والعافية المرة الماضية شيخنا تحدثنا عن الشروط الشروط التركة بارك الله فيك ويعني تكلمنا عن الأركان فيما قبلها لكن أمس الحلقة الماضية تكلمنا عن الشروط واليوم ممكن ندخل في الأسباب إن كان في وقت فهل شيخنا الشروط اكتملت التي ذكرت حضرتك بارك الله فيكم أو عندكم زيادة ستقولونها الآن للإخوة المتابعين لهذا البرنامج فضل شيخنا أعوذ بالله من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيها السادة المشاهدون والمستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نعم فقد ذكرنا شروط الميراث وبعضهم والكثير منهم يعدونها شرطين وبعضهم يزيد على الشرطين آخرين أما المتفق عليه منهما إذا كما ماتش المورط لا يوجد ميراث أصلا ولا يبحث في هذا الأمر موت المورط سواء كان هذا الميت مات حقيقة أو حكما أو تقديرا والشرط الثاني استقرار حياة الوارث بعده لابد لكي نورث الوارث من مورثه أن يكون حياً أثناء موت المورث لابد أن يعقب في الحياة أن يأتي بعده حياً ولو لحظة ولذلك مهمة جداً قضية الانتباه إلى ساعة الوفاة يعني كان أمكن أن نسجلها باليوم والساعة وحتى الدقيقة والثانية فلنفعل لأنه ربما يتوفى وارث له بعده أو قبله فنعرف الوارث من المورث هذان الشرطان متفق عليهما أما الشرطان الآخران المختلف فيهما فهما الأول العلم بجهة الميراث يعني لابد أن نعلم يعني شو السبب إلا الذي سنورث به هذا الوارث هل هو بسبب أو بغير السبب وهل هذا السبب يقيني أو تخميني مجرد أنه يظن كذا إذا قيل لنا ما تميت وأظن أنه ترك ابنه لا تنفع هذه المسألة لابد أن نتأكد من أن الذي تركه ابنه أو بنته أو أباه أو جده أو زوجته إلى آخره لابد إذن العلم بجهة الإرثي بيش نعم قيل لنا إن وارثه هو فلان ولا نعلم إن كان وهل كان جده أو كان ابن عمي لا تصلح هذه المسألة ولا نفكر فيها لابد من العلم بجهة الميراث بماذا ورثه ثم بعد ذلك لابد أن توجد الأسباب وتمتنع الموانع فإذا كان هو من الورثة ولكن منعه مانع سنفصل الأمر إن شاء الله عندما نتحدث عن موانع الميراث إذا منعه مانع فلا ميراث له بل إذا منعه مانع حرمه من الميراث نهائيا فلا تأثير له في حجب غيره وسنفصل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى هذه هي شروط الميراث وخيانا تحولوا بعون الله تعالى إلى أسبابه كما ذكرتم أسباب الميراث والسبب في اللغة هو أصلا كاملا في اللغة هو الحبل السبب هو الحبل واصطلاحا ما يتوصل به إلى غيره فالحبل سبب والدرج التي يصعد إلى الدور الثانية والثالثة والربع إلى آخره نعم سبب بل والرافعات الحديثة نعم كذلك هي أسباب فهذا هو الأصل لكن في الإصطلاح يعني السبب هو يعني إذا وجد السبب نعم قد يوجد المسبب فإذا وجد السبب وجد المسبب فإذا كان هناك سبب نعم يوجد المسبب ولا بد وإذا غاب السبب وغاب المسبب نعم بالنسبة للشرط يعني هو ما إذا وجد الشرط إذا وجد الشرط قد يوجد المشروط وقد لا يوجد يتدخل شيء آخر فيمنع وجوده لكن إذا غاب الشرط إذا لم يوجد الشرط نعم لا يوجد المشروط إذا هو مؤثر بطرفه السلبي إذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط وإذا وجد الشرط تارة يوجد المشروط وتارة لا يوجد عما السبب لا بد من وجوده لوجود الميراث نعم وإذا غاب السبب فلا ميراث إذا هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته كما يقول الذين عرفوه الصلاحا هذا هو السبب في تعريفه أما أسباب الميراث فهي نعم يعني بما يورث بسبب نعم أو بنسب أو بولاء هذه الثلاثة هي أسباب أسباب الميراث أي التي يورث بها من الوارث للمورث إذن هي الولاء والنكاح والنسب النسب والنكاح نعم والولاء نبتدئ بالولاء لماذا؟ لأنه أقصر الأسباب يعني الولاء ما عاش موجود الآن لماذا؟ لأن الولاء هو الولاء نوعان كما قال سابقا سببه الرق سببه نعمة نعم السيد على رقيقه إذا أعتقى السيد رقيقه فإنه يجبه إذا لم يكن وارث من نسب الآن للرق غير موجود وبالتالي نترك هذا الأمر النوع الثاني من الولاء وقد ذكرناه سابقا هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن اصطلاح خاص بمسألة التحالف يعني واحد حالف الآخر هذا كما ذكرت سابقا يورث به عند الأحيان لكن عندهم شرط وهو أن يكون هذا التحالف الذي هو بين شخصين نعم لابد أن يكون أحدهما مجهولا نسب ما يعرفو نسب أو كلاهما مجهولا نسب فينفع هذا التحالف يورث به وكذلك إذا كان أحدهما مجهولا نسب والثاني معلوما نسب فهذا يورث به المذهب الحنفي ملأ لأم أو المذهب الثلاثة فلا يرون المراث به وإنما الولاء الذي يورث به هو الناتج عن العثق وقلنا هذا غير موجود وبالتالي نغض الطرف عنهم السبب الثاني الذي يورث به هو النسب الترتيب ليس ضروريا نكاح وولاء ونسب نقلنا السبب الثاني الذي يورث به هو النسب النسب معناها القرابة نعم إذا كان الوارث قريبا للورث فإنه يريثه والنسب هذا يورث به الوارث تارة يريث أصوله يعني يريث أباه وجده وجد جده وجد جد جده إلى آخره وإن على هذا الجد ومن جهة الأم يريث أمه ويريث أم أمه ويريث أم أم أمه وهكذا ولو تباعدنا عن الأم هذا جزء من الميراث بالنسب كذلك زيادة على الأصول يورث الفروح وهما الأبناء ذكورا ولو تباعد والإناث لكن الإناث يقتصر التوارث على البنت نعم على البنت فقط أما بنت البنت فلا ميراث لها ويدخل في ذلك بنت الابن وهذه كلها فروع فيرث الابن وابنه وابن ابنه وإن تباعد وترث بنته ولا يتعداها غيرها هذه من الفروع عندنا الثالث بسبب النسب كل يعني الحواشي الحواشي عبارة عن ماذا عن الإخوة عن الإخوة وبنيهم كذلك وإن بعدوا فيرث الأخ سواء كان للأبوين يعني أخ الشخيق أو كان لآب أو كان لأم وأما فروع الأخ فيرث منهم نوعان الأول أولاد الشخيق أبناء الشخيق ابن الأخ كذلك وإن بعد ابن الأخ وابن ابن الأخ وابن ابن ابن الأخ إلى آخره نعم وكذلك الأخ الذي ذكرناه سواء كان شخيقا أو كان لأب أما الأخ للأم فهو وارث ولا يتعدى ذلك فلا يريث ابنه ابن الأخ للأم غير وارث ويرث كذلك الأعمام وبنوهم الذكور من أبناء العم يريثون فيرث العم كما ذكرنا وابن العم وابن ابن العم إلى آخره وإن بعد هؤلاء هم الحواشي نعم ولا يريث الإناث منهم فلا تريث العمة ولا الخالة ولا بنت الأخ ولا بنت العم لا ميرات لهم وهذه يغلط فيها كثير من الطلبة فيورثون بنت العم وبنت الأخ والحقيقة لا ميرات لهما هذا بالنسبة للحواشي وبهذا أتممنا مساءة النسب نتحول إلى السبب الثالث هو تفصيله كثير وهو النكاح النكاح عبارة عن ماذا عبارة عن عقد الزوجية الصحيح فإذا عقد رجل على امرأة تحل له وكان العقد صحيحا يعني غير مفاسد تارة يكون صحيحا إجماعا وتارة يكون مختلفا في صحته والنوعان يورث بهما إذن النكاح هذا أطلق هو العقد الزوجية الصحيح أو الفاسد المختلف في فساده أما المتفق على فساده فلا يورث به وسنعن نفصل الأمر مع أن المسألة هي معلومة ومفهومة يعني عقد الزوجية الصحيح واضحة وتارة يكون عقد الزوجية مختلفا في فساده يرى بعض العلماء أنه عقد فاسد وبعض هم يرى أنه عقد صحيح فإذا توفي أحد الزوجين والحالة هذه فإن الحي يريث الميت هذا بالنسبة لتعريف النكاح وأجرت عادة العلماء أن يذكروا ما يخالف النكاح ومسألة يعني يذكرون في مسألة الميراث إذا طلق الزوج زوجته نعم بالنسبة الذي ذكرناه عقد الزوجية الصحيح أو المختلف في فساده فإذا طلق الزوج زوجته الإخوة الأخوات انتظرونا لتصحيح هذا الخلل ونعود الشعر تعالى إسلامنا هداية وقاية منا إسلامنا حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت الحيور من الظلام يهتدي إلى التقى والنور طيب شيخنا مازلنا في أسباب الميراث يزاكم لخير وما زلتم تتحدثون عن موضوع النكاح فضل شيخنا برك الله فيكم نعم قلنا بسبب النكاح العلماء يتحدثون عن مسات أخرى وهو قضية إذا انقطع النكاح يعني مسات الطلاق بأنواعه المختلفة والطلاق نوعان طلاق رجعي هذا يعني لا تأثير له الطلاق الرجعي إذا طلق الرجل زوجته طلاق الرجعي فمات أحدهما أحد الزوجين فإن الحي يرئس الميت يعني لا يؤثر هذا الطلاق الرجعي وهو الذي يمكن للزوجي أن يرتجع زوجته أن يردها إلى اسمته هذا كأن لم يكن الطلاق الميراث مازال متوفر وتارة يكون الطلاق بائنا أما الطلاق الرجعي فهذا يورث به جميع العلماء يقولون بأن الحي من الزوجين يريث الميتة هذا الطلاق الرجعي هذا الطلاق الرجعي ما لم يأتخرج من العدة لأن بعدها معاش رجعي لأن البينونة بعدها طلاق بائن والبينونة نوعان بينونة صغرى وبينونة كبرى نعم إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم انتهت عدتها تصبح بائنا لكن إذا كان هذا التطليق الأولى فهذا الطلاق البائن يعني ليس مؤبدا بل يستطيع زوجها أن يعقد عليها من جديد بولي وصداق إلى آخره أما إذا كان آخر التطليقات هذه فيصبح بائن بينونة كبرى بخلاف الأولى بينونة صغرى البينونة الكبرى هذه خلاص لا يمكن لزوجها أن يردها إلى عصمته إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر ثم يطلقها أو يتوفى عنها ثم تخرج من عدتها من الزوج الثاني إذا كان طلاقا أو تنتهي عدة الوفاة وبالتالي يستطيع أن يعقد عليها من جديد لكن هذه مسألة يعني يعتبر هذا العقد جديدا له حكم الأول بمعنى أنه يحتمل ثلاثة تطليقات إذا طلق الأولى ثم رجعها ثم طلق الثانية ثم رجعها ثم طلق الثالثة لا رجوع وينقطع النكاح بينهم إذن مسألة النكاح ومسألة الطلاق عفوا طلاقاني طلاق رجعي لا تأثير له إن الحياة يرس الميت نعم وكثيرا من الناس يسألون عن مسات إذا عقد عليها الرجل عقد عن المرأة ثم توفي قبل أن يدخل بها يعني ما حكم الميراث هنا هل ترسه نعم ترسه إذا توفي بعد أن عقد حتى ولو لم يدخل فإحنا قلنا في تعريف النكاح هو عقد الزوجية الصحيح أو المختلف في فساده أما إذا كان متفقا على فساده فلا ميراثا كان عقد على إحدى محارمه مثلا أو عقد على امرأة ما زالت في عدتها فإن هذا لا يصلح نعم ويعتبر من النكاح المتفق على فساده فلا يورث به نعم شيخنا بارك الله فيكم إذن هذه الأسباب المتفق عليها لأنك أحل ولاء والنسب وأنا خلال تحضيري شيخنا الحلقة رأيت أن هناك سبب يعني مختلف فيه وهو بيت المال يعني فيعني ما يعني هذه المسألة شيخنا أريد أن أطيحها نعم هذه سنوضيحها إن شاء الله لكن بعد حين لأن بسألة بيت المال خلاف فيه يا في قضية هل هو وارث خلاف فيه يا في قضية هل هو وارث ومن جعله وارث فإنه يذكره في مساة العصبة ومن جعله هو جامعا لبيت المال للناس للناس الضائعة وليما عنداش وارث إلى آخره فهذه مسألة لا يعد وإنما ينتفع به يتعلمون جميعا عن طريق أميرهم فهذه مسألة لبيت المال لا تدخل معنا هنا نعم إذا كان هو قلنا من العصبة ستأتي المسألة عند ذكرنا لأصحاب نعم لأصحاب الفروض والعصبة نعم إذن حفظكم الله تعالى شيخنا وبرك الله فيكم هو مازال 10 دقائق تقريبا عندنا بعض الأسئلة جينا على إذن ناخد إدريس شيخنا ثم نعود إن شاء الله إذن إدريس تفضل يا إدريس سهلوا نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته حياك الله يا إخي دريس حياك الله شيخ حمزة وبرك الله فيك وززاك الله خيرا معطاك الله أول نسب الشفاء العادل للشيخنا أهلا وسهلا بكم أول أول شفاء على العادل لجميع المسلمين والمسلمين يا رب العالمين سؤالي سؤالي هو فعل تحييس المسجد في صالح الشيخ الإثمافية آمين تعييس المسجد بعد الفجر بالنسبة بعد الفجر إذا كان صليت الفجر في الحروس وتمشي بالجامعة معاش تقديها مع الصلاة لأنه لا صلاة بعد الهداد بعد دخول الوقت هل الإمام إذا دخل قبل الوقت هل يصليها وإذا سمع أذام بجانبه الجامعة خلاص معاش تصليها ولا يصليها المؤدن هذا ثانيا هل صلاة العصر لها حكم نفس صلاة الفجر لأنه بعد صلاة لا ما بيش تحييث المسجد نعم تحييث الأوقات المكرة هذه طبعة هل حكم عصر نفس حكم ثلاثة الفجر أو لا تحييث المسجد نحن نخص طبعا طيب طيب يا جمال الحاطر نعم أخي محمد منطر عبس فضل محمد محمد منطر عبس فضل يا أخي محمد إذا إذا إن شاء الله تعالى نكتفي اليوم لأنه لدينا أسئلة كثيرة من صفحة نعم من معي فضلي أختي هدى هدى مصراطة فضلي هدى وعليكم السلام نحن نبي الفرق بين الرؤية والحلم نعم يا أختي الفرق بين الرؤية والحلم الفرق بين الرؤية والحلم حاضره مصروم الرؤية الصادقة رؤية الصادقة شنهية الله يفتح صيد يا أمين يا رب صادقنا هي نعم محمد بغازي هاي محمد بنغازي ونكتفي اليوم إن شاء الله بالاتصالات نعم آخر اتصال أخي محمد بنغازي تفضل أخوي تفضل أخي محمد يا أخي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بارك الله فيك يا شيخنا عبد الباطل الله يبارك فيك يا أخي محمد بنغازي أهلا وسهلا بارك الله فيك وعلي المنغاز نسأل على مسألة تفضل قلت لك علي نسأل عن الصيام في شعر الصيام الصيام في شعر الصيام مثلا شخص يسمع الأكل ويستمر في الأكل حجر خيرة شخص خيرة يبدأ يأكل مع الأدان هل يقص أم يستمر آه يأكل مع الأذان نعم في بعض الناس قالوا واحد يبدأ يأكل مع نهاية الأدان حتى حين أدان با يلا حاضره تسمعي إذن بارك الله فيك يا أخي محمد إذن شيخنا بارك الله فيكم إدريس يسأل عن تحية المسجد بعد صلاة الفجر في البيت بعد أن يصلي صلاة الفجر في البيت السنة الرغيبة ويأتي للمسجد فهل تصلى أم لا وكذلك بعد صلاة العصر هل يستطيع أن يصلي تحية المسجد أم لا 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 يستطيع أن يصلي المالكية عندهم تحية المسجد إذا صلى الفجر وهي الرغيبة إذا صلىها في منزله فأتي المسجد ليصلي مع الجماعة فلا يصلي تحية المسجد مرة أخرى أما في قضية العصر فهي كذلك لكن العصر ما ما يش قضية صلاة قبلها إذا جاء وقد صلى العصر ودخل المسجد لأي سبب من الأسباب فإنه لا يصلي التحية وأما إذا لم يصلي شيئا قبلها فلا هو أن يصلي التحية نعم ما لما تصفر الشمس وتقترب من الغروب فهناك فرق بين قضية الأولى ويصلى الرغيبة في بيته إذا دخل المسجد فلا يصلي تحية المسجد بل ينتظر إلى أن تنتظم الجماعة في صلاة الصبح يصلي معهم نعم طيب شيخنا جزاكم لخير الأخت هدى من مصراتة تسأل عن الفرق بين الرؤية والحلم وما هي الرؤية الصادقة الرؤية يعني الفرق بين الحلم والرؤية أن الرؤية يعني مرات تكون صادقة كما سألت الأخت والرؤية الصادقة هي التي تتحقق في الخارج يراها صاحبها في المنام ثم تتحقق تماما بتفاصيلها في اليقظة بعد أن ينتهي النوم بالنسبة للحلم يقولون العلماء يقولون الحلم من الشيطان لأن تارة يكون أشياء سيئة وأحيانا أشياء جيدة لكن عادة ما تكون الأشياء سيئة فهي من تزيين الشيطان والتأثير على المؤمنين هذا الفرق بين الرؤية والحلم نعم طيب شيخنا في رجل يسأل على صفحة القناة صفحة الإسلام والحياة يقول بما نصه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا بالله نبي نسألك سؤال عندي انسيبي راجل بنتي يسب الله دائما بالله ما حكم بقاء ابنتي معه علما أني حاولت معه مرارا أن يتوقف عن سب الله فجزاك الله خير وشيخنا أفيدونا سب الجلالة مما يخرج به الشخص من المل يعني يكفر طبيعة الحال أنه إذا كان سب المولى عز وجل وهو خالقه ورازقه وهو الذي أحياه وهو الذي يميته يسبه إذن ماذا بقي له في الدنيا أصلا لا الدنيا ولا الآخرة فهذا يكفر لعم يخرج من الملة ويجب أن يفتش عن حد عن أحد عفوا له علاقة حميمة به يفهمه خطورة هذه المسألة وطبعا هذا بعد ذلك إذا كان هو يعني ما هوش يعني ليس شارب الخمر عقله معه فإن زوجته يفسخون كاحها تصبح لا صلة له بها لعم فهذا هو الجواب طيب شيخنا جزاك الله خير الأخ محمد مغازي يسئل عن أن الشخص يأكل مع الأذان روط ورمضان جاي وتحدث مسائل مثل هياه فهل يتوقف أم يستمر لأن بعض الناس قالوا لا استمر استمر كل حتى الأذان يأدن استمر كل حتى الأذان يأخذ قصعة أخرى واشرب شاه وزيد معا كاكوية ولا لوز ولا غيرها هذه كلها مضحكة الأذان إذا سمعه الشخص وهو أذان حقيقي فليتوقف عن كل المفترات نعم يعني سواء كان طعاما أو شرابا أو جماعا وغير ذلك كل ذلك ينتهي ومعا يعاود بتاتا ولا يستمر في هذا الأمر هذه قضية إذا أراد أن يحافظ على صيام ما يصوم المسلمون كما أمرهم الشارع وأما إذا كان يسمع كلام الناس البعض منهم رأوا يقولون تستطيع أن تأكل وتستمر في الأكل والشرب حتى تطلع الشمس موجود بعض الناس نعم يقولون ذلك لكن هذا يعني لا يلتفت إليه ولا يقلد في ذلك والله أعلم جزاكم الله خير شيخنا رجل يسأل عن والده أنه كان مريضا في شهر رمضان وأمرته الطبيبة بأن يفتر فأفتر في رمضان ستة أيام ثم مات فماذا على أهلها أن يفعلوه؟ هو ليس عليه مثلما بعد ذلك توفي نعم توفي يا شيخ نعم مات رحمه الله تعالى هل ستة أيام هذه يدفع أوليه عنه فدية يعني طعام مسكين واحد عن كل يوم مد من الطعام مد من القمح أو ما يقوم مقام القمح نعم عن كل يوم مد من الطعام فإذا أراد أن يدفع نقودا فليفعل يدفع نصف فترة عن كل يوم وليه يدفع عنه نصف فترة الفترة العام الماضي ثلاثة دينار ونصف معناها الفترتين نصف الفترة عفوا هي ثلاثة إلا ربع فقط هذا ما عليه نعم طيب شيخنا هو ربما السؤال كان منصبا على قضية هل يصوم نيابة عنه أو لا لا مالكية لا يرون الصيام لما مالك قال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد هذه عبادات بدنية ليست مالية فلا يقوم بها الغيروه مقام صاحبها الله أعلم طيب شيخنا إذا ناخد أدارة الصالح ثم نعود إن شاء الله نعم عادل من مسلاتها تفضل يا عادل عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالله يريد التحدث مع الشيخ أني عندي مثلا عندي حجاك واحد السامعين عندي قطرت تبول بعد البول نعم يعني عادل حتى في دونس وماليش علاج يعني قالوا لي مرسى السلل لما أخذ نبدي كيف مسألة أني نصلي يعني يعادل عندك سلس يعني عندك سلس يعني ينزل البول على طول طيب حال ومدد خمسة دقائق بعد البول يعني تبقي تقعد جالس خمسة دقائق بعد البول حتى يعني تستريح لا يعني بعد خمسة دقائق يعني ينزل القطرات يعني حتى بعد آآ يتعاود معاك طول اليوم حتى يعني بعد ما الخمسة دقائق هذه القطرات تقعد في بول مازال موجود لا لا بعد هذه فترة كده ما شوي آآ تمام 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 نبدي كيف من الموضوع الصلاة والصحارة للبدن هذي ما يلاي حاضر 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 بيد الله عز وجل نعم فاطمة من الصبرات أتفضلي يا فاطمة إذن الشيخنا أخ عادم يسأل عن يعني يبدو عنده ثلث يعني بعد البول يعني يعني يتنظف ويقوم بعد خمسة دقائق في قطرات تنزل فما الحكم في ذلك هذه المسألة يعني نعم ما ذكرته له صحيح يعني قضية ثلث هذا الثلث ثلث يعني يعني يعرف وقته والرجل صاحب السؤال بارك الله فيه ذكر أنه بعد خمس دقائق ينقطع إذن المسألة منتهية بعد ما يتبول لا يتوضى إلا بعد خمس دقائق وبالتالي لا ينزل منه البول وأما إذا لبي يكون منتظما نعم ويأتيه في أوقات مختلفة فهذا يتوضى لكل صلاة ولا يلتفت إلى ما ينزل منه مهما كان جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيك وأطال الله في أعماركم ونفع الله بكم العالمين ورزاكم الله الصحة والعافية حافظكم الله تعالى إذن الإخوة والأخوات ختاما جاء لنهاية هذا اللقاء إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى نستطيعكم الله بإذن الله شكرا ودعا السلام عليكم ورزاكم الله ورزاكم الله إسلامنا حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت الحيور إن الظلام يهتدي إلى التقى والنور هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبيا